صار أكثر من عشر تيام الخوف والذعر يداهم قلوب العراقيين من خطر ما يبدو لهم جديد واعتادوا عليه خلال السنوات السابقة لأنه واشنطن تجري سلسلة من التحركات القوات داخل الأراضي العراقية وتنقل معداتها بين محافظة وأخرى وسط حالة من الترقب لما هو قادم ماكو دخان بدون نار أسباب عديدة ممكن تدفع أمريكا أن تجري هاي التحركات داخل المحافظات العراقية لا سيما أن هاي التغييرات حصلت مباشرة بعد زيارة وفد أمني عراقي برئاسة وزارة الدفاع إلى واشنطن مجمل الأسئلة اللي طرحها أعضاء لجنة الأمن كانت تتمحور حول أهداف الزيارة إلى واشنطن والتباحث أيضا بخصوص التحركات اللي تجريها القوات الأمريكية داخل الأراضي العراقية في المحافظات الغربية والشمالية هاي التحركات اللي تقوم واشنطن بتحرك بها داخل المحافظات هي بتوجيه من وزارة الدفاع الأمريكية أكيد واللي تمتلك خطة لعادة انتشار واستبدال بعض القطعات العسكرية الأمريكية بقطعات أخرى السبب الأساس وراها التحركات كان يتمثل بإجراء تغييرات بالهيكلية للقوات الأمريكية الموجودة بالعراق وجود القوات الأمريكية القتالية اللي دائما ما أطلقت عليها كذبة الاستشارة أهدافها معروفة والعملية العسكرية مجهزة لاستهداف طرف معين الكل يرى بأن التحركات الأمريكية داخل الأراضي العراقية هي صح مريبة وأنه هدف واشنطن الأساس هو قطع الحدود العراقية السورية وأنه واشنطن عندها هدف أساسي يتمثل بقطع هذه الحدود والدليل على هذا التحرك اللي قامت به الحكومة السورية اللي نقلت أحد الألوية العسكرية المهمة إلها برئاسة شقيق الأسد إلى منطقة دير الزور المحاذية الحدود العراق بمحافظة الأنبار تحركات الأمريكية غايتها السيطرة على محور المقاومة بسوريا ولبنان وقطع جميع الامدادات إلى كتاب حزب الله اللبناني